مرتفعات الجولان أرض سورية تقع جنوب غربي البلاد احتلها الكيان الصهيوني عام 1967 هذه الحقيقة الدامغة التي يعرفها الصغير والكبير نسف جذورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له طبعا وإن كانت مجرد تغريدة صغيرة لكنها صدقت على تزوير الحقائق التي تتعلق بالجولان السوري المحتل وعادت رسم حدود المنطقة بضم مرتفعات الجولان إلى الكيان الصهيوني الذي أراد ذلك منذ سنين طويلة وسعى جاهدا لتحقيقه بالطريقة نفسها التي حقق فيها مأريبه في القدس المحتلة بنقل السفارة الأمريكية إليها والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني تغريدة ترامب ضربت الحقائق التاريخية والديمقرافية بشأن جولان عرض الحاط كذلك فعلت بقرارات مجلس الأمن الدولي وأي احتمالات لغضب سوري أو عربي إن وجد أو حتى دولي على انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة للقانون الدولي منذ تأسيسه ما فعله ترامب بتغريدته التي شوهت الحقائق لاقى ترحيبا وشكرا كبيرين من سلطات الاحتلال وبالذات من رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو الذي شكر ترامب على جرأته كما فعل سابقا بشأن القدس باعترافه بسيادة تل أبيب على هضبة الجولان السورية التي تحتلها واصفا ترامب بصانع التاريخ لكن الفرحة الصهيونية بما أعلنه ترامب بشأن الجولان واجهتها بعض المنغصات السريعة فقد سارعت الأمم المتحدة إلى الإدانة وقالت على لسان فرحان حق نائب المتحدث باسمها إنها ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل تل أبيب هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي كذلك سارعت تركيا لرفض إعلان ترامب بشأن الجولان ومهاجمته الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لن تسمح على الإطلاق بشرعنة احتلال الكيان الصهيوني لمرتفعات الجولان السورية لن نسمح إطلاقا بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان تصريح ترامب حول مرتفعات الجولان يجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة روسيا بدورها رفضت ضم الجولان لسيادة الكيان الصهيوني وأكدت على لسان عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف أنها لن تعترف أبدا بسيادة تل أبيب على مرتفعات الجولان السورية المحتلة وكشف عن نوايا وأهداف ترامب من خلال إعلانه هذا قائلا إن لديه ثلاثة أهداف تتمثل في تعزيز الارتباط بتل أبيب وتقسيم العالم العربي وضرب سوريا والشراكة الروسية معه ويبقى تزوير الحقائق وتشويهها سلاح الكيان الصهيوني الوحيد في إثبات شرعية لا يملكها تبنت رعايتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن طويل كذلك تبقى الحقائق والثوابت عند أصحاب الأرض والتراب سلاحا لا يمكن أن تتمكن منه أضغاث أحلام ترامب وتغريداته الفوضوية وأحلام قلة من العابثين بمصائر الشعوب خصوصا إذا حمتها البندقية